اشتركوا في القناة عدد خاص بحصاد سنة 2015 سنتوقفه عند مختلف الفقرات والاركال متعودين تشوفوهم من خلال برنامج صباح الخير يا جزائر في هذا اليوم ستعودوا تشوفوا معنا وتعيشوا معنا الفصول الأربعة كل شهر ميزو حدث معين مرتبط بمجال معين وهذا هو مضمون عدد اليوم من برنامج صباح الخير يا جزائر خدمتها الدولة الجزائرية في الخدمات العمومية شهر ففري يرتبط بدخول مجال التكوين والتعليم المهني مارس هو دخول فصل الربيع عيد الشجرة وبالتالي حديثنا يحكمون على البيئة أبريل 2015 الحدث التقافي الأبرز هو بداية تظهرة قسنطينة سمالي الحقافة العربية شهر مايو صادف عيد العمال وحديثنا اليوم عن تشغيل الشباب ودعم الدولة الجزائرية فيما يخص الشباب جوان هو عيد الطفولة وبالتالي حديثنا عن الطفولة في سنة 2015 جوان ارتبط 2015 بقبول وهران لاحتضان العلاب المتوسطية لسنة 2021 شهر أوت هو السياحة بالدرجة الأولى وحديثنا عن حصاد السياحة لسنة 2015 سبتمبر 2015 ودخول الاجتماعي ودخول المدرسي ولهذا نتوقفه عند جديد هذا القطع أكتوبر وقفتنا ستكون عند التليفزيون لأنه 22 أكتوبر هو ذكر ترجاع السياحة للإذاعة والتليفزيون أما نوفمبر فهو نوفمبر القرية وحديثنا عن التاريخ وأهم الأحداث التاريخية والتظهرات خاصة أن الجزائر احتضنت فعليات ستينية الثورة التحريرية ديسمبر وقفتنا مع فئة ذوي الاحتياجات الخاصة مدام ساتة ديسمبر هو اليوم العالمي لهذه الفئة وكل ما يتعلق بها في الجزائر هذه الفصول الـ 14 شهر كل شهر في سنة 2015 ارتبط بحدث معين في مجال معين وهذا هو مضمونة في عدد اليوم من برنامج سبع الخير يا جزائر اللي رح نبدوها بفقرة سلوكية دائما بحضور الدكتور عماد بن عمر لكن بعد الفاصل ونصبحوا بالخير على الدكتور عماد بن عمر لنورنا الديكور الجديد واللون جديد للبلاتوس صباح الخير صباح الخيرات والبركات أخي محسين مرحبا بيك الله يسلمك في هذا اليوم الجميل في هذا اليوم الذي نزلت فيه بعض الزخات وبعض وهذا غيث من السماء يعني ورحمة من السماء شاء الله عز وجل أن يكون قد استجاب دعاء الذين صلى وصلاة الاستسقاء آمين إن شاء الله إن شاء الله أمطار خير على بلادنا مدمرنا في أول أسبوع من السنة الجديدة نتمنى وكل خير لنا ولبلادنا إن شاء الله وهو كذلك أخي محسين يمتكلم عن موضوع مهم جدا يتعلق بالدعاء يتعلق بعلاقة الإنسان بربه سبحانه وتعالى في عبادة جليلة تسمى عبادة الدعاء وكذلك ندخل فيها مسألة جزئية متعلقة بالدعاء وهي دعاء الإنسان لأخيه الإنسان بظهر الغيب لك الفضل أخي محسين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكلمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وانت إذا شئت ربي تجعل الحزن سهلا سهل اللهم أمورنا يا رب العالمين رب الشرح لصدري ويسر لأمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد إخوان المشاهدين أخوات المشاهدات هذه الوجوه الطيبة وهذه السرائر النقية وهذه الأفئدة المؤمنة الطاهرة أحييها بتحية الإسلام العطرة وتحية الإسلام السلام فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته وصبحكم الله بكل معاني الخير والمحبة والإخاء في هذا اليوم الأغرى المبارك الفضيل فصباح الخير عليكم جميعا أخي محسن إذا تحدثنا عن موضوع الدعاء نتحدث عن حبل متين مربوط بين الأرض والسماء مربوط بين الإنسان الضعيف وبين الخالق سبحانه وتعالى القوي القدير الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه إن هذا الدعاء هو حبل الله المتين الإنسان ضعيف خلقه الله عز وجل ضعيفا وخلق الإنسان ضعيفا كما ورد في محكم التنزيل إذن ضعف هذا الإنسان هو الذي يدفعه إلى أن يبحث عن قوة عن قدرة يتمسك بها هو الله سبحانه وتعالى وهذا هو الفارق الجوهري بين المؤمنين وغير المؤمن تجد مثلا في الدول الغربية تجد الإنسان الذي لا يدين بدين الإسلام عموما تجدهم نصارى يعني من المسيحيين في كثير من الأحيان وحياتهم هي حياة إلحاد حتى ولو كان في الظاهر يعني مسيحيا ولكنهم يعيشوا حياة المادة حياة الإلحاد لا يؤمنوا بوجود إله فتجدوا إذا ضاقت به الأمور وهذه طبيعة الحياة الحياة مش كلها نعم وكلها فرح يعني يوجد فيها أمور محزنة توجد فيها مصائب تلاءات إنسان فقد قريبه إنسان فقد عمله ومصدر قوته لما حدثت ما يعرف بالأزمة العالمية خصوص ما يتعلق بالعقارات كثير من الغربيين انتحروا لماذا؟ لأنه هو ضعيف ولم يجد ملجأ يأوي إليه إذن لجأ إلى اليأس وإلى القنوط وإلى الانتحار في نظره أن الانتحار هو الحل الأمثل للهروب من تلك المشكلة التي وقع فيها مشكلة مادية يعني تعلق بعقارات أما المؤمن تجده إذا إذ لهمت به الخطوب وكان في مصائب أو افتلاءات تجده يلجأ إلى الله عن طريق الدعاء بل حتى لما يكون في النعماء ويكون في البحبوحة يلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء لأن الدعاء فيه سر مش فقط أن الإنسان يطلب شيئا من الله عز وجل أو يستعيد من شيء لأن الدعاء إما أن تطلب نعمة وإما تأتيك وإما أن تطلب من الله عز وجل أن يدفع عنك نقمة أو شر الدعاء فيه سر أعظم من هذا أعظم من الطلب الدعاء فيه سر الخضوع والتذلل بين يدي الله تبارك وتعالى وهذه العبادة مع العبادة التي ينشدها الإسلام هو أن الإنسان يستشعر بأنه عبد الدعاء هو أفضل عنوان لاستشعار الإنساني أنه عبد لأن في بعض الأحيان الإنسان شوف فقط الإنسان أخي محسيم الإنسان لما يكون غني وعنده الأموال الغنى يدفعه إلى أن يطغى كما قال ربا سبحانه وتعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أرأاه استغنام فهذا المال ينسيه لها عز وجل هذا المال لما يكثر ويشوف بأن العمر كلها تمشي بالمال كما قلوا بالعالم يكون حاجة تريقل بالمال لما يكون عنده هذا المال يشوف بأن كل شيء تحت يديه وتحت تصرفه هذا ماذا يشعره بماذا يشعره بأنه صار ربا أن ينسى عبوديته وينسى بأنه عبد ضعيف وقته يتفكر لما تنزل به المصيبة المرض أو مصيبة الموت أحد الأقارب أو أنه يفلس لتم يتفكر بأنه ضعيف لكن لما يكون في بحبوحة المال والغنى وما إلى ذلك ينسى بأنه عبد وقد يعني يعامل نفسه على أنه رب ويتعامل مع النفسه على أنه رب هنا يحدث الإشكال لما قلوا الدعاء فيه سر عظيم وأن الإنسان مهما كان كنت سلطان أو ملكا كنت غنيا غنى قارون تستشعر بأنك عبد عن طريق الدعاء يعني الإنسان الذي يرفع يديه هكذا هو الطلاب هنا في العامية فلما الإنسان يعني يمد يديه إلا الله عز وجل يشعر نفسه بأنه طلاب حقيقة وبأنه عبد الله تبارك وتعالى هذا هو السر الموجود في الدعاء رب سبحانه وتعالى قال في القآن الكريم هو يحثنا ويأمرنا أن ندعوه سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ادعوني في الأمر ثم يردفها بتتمة الآية إن الذين يستكبرون عن عبادتي ولم يقل عن دعائي وقال ربكم ادعوني ما قالش اعبدوني ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي فسمى الدعاء عبادة لماذا لأن الدعاء هو أفضل عنوان لإبراز العبودية لله سبحانه وتعالى نوح نقطة ثانية أخي محسين وهي نقطة الجزئية هي أن الإنسان دوما يلتمس الخير في أخيه المسلم وهذه خصوصي عندنا نحن المسلمين ما كحتوى يقولك فوري طياب وكحتوى يقولك أنا ولي من أولياء الله حتى الولي يقولك شانا ولي وإنما الإنسان يتعبد الله عز وجل ويزيد في الطاعات ويبتعد عن المعاصي تقرب من الله تبارك وتعالى ولكنه لا يزكي نفسه لا يزكي نفسه أبدا لذا احنا عندنا هذه المسألة مهمة جدا وهي من الآداب التي أدبنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يلتمس في أخيه الخير صح هو يدعو لنفسه كل إنسان يدعو لنفسه لأنه رب قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم كل إنسان يدعو لنفسه لكن في بعض الأحيان الإنسان يلتمس الخير في إنسان مؤمن تعتقده وليا من أولياء الله تعتقده قريبا من الله تبارك وتعالى تعتبره من أهل الله وخاصته كحمل في القرآن الكريم ماذا تفعل فأنت تلتمس فيه الخير فتطلب منه الدعاء بظهر الغيب وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأدب لصحابته الكرام في بعض الأحاديث يا أخي لا تنسنا يا أخي من دعائك هكذا لا تنسنا يا أخي من دعائك وأيضا كما علم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عمر بن الخطاب هو ثاني رجل هو ثالث رجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر هو من أفاضل هذه الأمة وش قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا السرع عظيم جدا أخي محسيم يعني اللخصه قصة طويلة جدا يقول لعمر يعني وهو يخبره عن المستقبل يقول سيأتيك أمداد اليمن عن الناس من اليمن فيهم أويس بن عامل القرنين قالوا هذا من سادات التابعين ودعائه مستجاب لماذا؟ لأنه كان بارا بوالدته كان يطيع إمه بزاف فالنبي صلى الله عليه وسلم ينصح عمر بأن يطلب الدعاء ممن ممن هو أدنى منه مرتبة وهو أويس بن عامل لأن أويس بن عامل تابعي وعمر بن خطاب صحابي وعمر بن خطاب أكيد هو أفضل من أويس ومع هذا أويس كان دعائه مستجابا فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم عمر أن يطلب ممن ممن هو أدنى منه الذي هو أويس بن عامل القرنين يطلب منه الدعاء وأنه عمر الخطاب أخذ بهذه الوصية كان كلما أتاه أمداد اليمن في موسم الحجي يسأل عن أويس بن عام القانون وفيه مواصفات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان فيه بارس ثم برأ منه وما إلى ذلك لما وقف عليه كما نقوله بن عام مياع جزر حكم السرق عليه وقف عليه تشبث به طبعا في الخير تشبث به وأخبره بوصية النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له لا تنسى لي من دعائك أو استغفر لي استغفر لله تبارك وتعالى فاستغفر له أويس بن عام القانون مما يعني أن الإنسان في بعض الأحيان يلتمس من أخيه الخير فيطلب منه الدعاء بظهر الغيب يعني يقلل يدعي لك بلا ما تعلمتها وكان يعني فضل كبير في دعاء الإنسان لأخيه بظهر الغيب وأرضى في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الإنسان لأخيه بظهر الغيب معنا بلا ما يعلم فالمؤلاء عز وجل يوكل ملكا للداعي يجي ملك يؤمن يقول له آمين ولك بمثلين يعني لما تدعو الخوك يجي ملك يأمن يعني إن شاء الله الدعاء مستجاب وزيد الملك يقول لك ولك بمثلين بملك كما دعوت لأخيك بذلك الخير كذلك سينالك ذلك الخير وهذا فضل كبير من الله تبارك وتعالى وهذا يدخل في الأداب التي يجب أن نتأدب بها نحن المسلمين صحيح ورطانا ما دلنا الحنيف يعني أوصنا بالمحبة لازم تكون بيناتنا يعني لا يؤمن ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فل يحب لغيره ما يحب لنفسه يعني دايما نشوفه هذا إذا كل واحد ندار بالشي لك تقوله دكتور ستسود أكيد المحبة بناتنا يعني كل واحد يتمنى الخير الخوف تسود المحبة في المجتمع وهو كذلك أخي محسين هذا من الأداب التي يعني توثق عراء المحبة والأخوة بين المسلمين وأمر آخر إذن ذكرتني به هو أن الإنسان دوما لما يلتمس الخير في أخيه المسلم هذا أيضا سينتفع به المسلمون يوما قيامة نحن عندنا هذه العبارة علمنا إياها بعض الحكماء يقول لك لما تقوله دعي لي مثلا دعي لي ويش قولك يقول لك أنت أيضا دعي لي ومن بعد يقول واحد عبارة هيلة جدا رائع جدا يقول لك الناجي يأخذ بيدي صاحبه لما أنت دعي له هو يدعي لك حمع بلش يوم قيامة ما شكول يسلك الأمر بيدي الله تبارك هو تعالى لكن يقولون نتواصل يقول لك الناجي لنجههم بسبحانه وتعالى واستجاب الدعاء التاع ودخلوا الجنة يأخذ صاحبه الناجي يأخذ بيدي صاحبه وهذا أيضا من التماس الخير في المسلمين الخير موجود في هذه الأمة ما كهتواصل يقول لك فوري طيام ما كهتواصل يقول لك أنه أنا وبعد الطوفان أنا قريب الله تبارك وتعالى أنا عندي الحق المطلق فيدخل من شاء إلى الجنة ويدخل من شاء إلى النار إنسان يتعبد الله تبارك وتعالى وهو على خطر هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلب على دينك اللهم صرف القلوب صرف قلوبا على طاعتك وبالتالي إنسان يفعل الخير ويلتمس الخير في إخوانه ويوم قياما مجد تبارك وتعالى يشفع المؤمنين في المؤمنين صلى الله عليه وسلم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة المؤمنين آمين إن شاء الله فقط كنقطة آخرى دكتور في بعض الأهل الناس يدعو لكن ربما ما يستجبش دعاتهم مرة اثنين خلاص يتوقف حسنا شيء يقوله أنه الواحد عمره من رحمة الله سبحانه وتعالى والدعاء إذا ما استجبش في الدنيا أكيد هو مخبي كما يقوله للآخرة وهو كذلك أخير محسين هذا كلام دقيق جدا لأن استجابة الدعاء يكون بثلاثة أمور وهذا يترجع لله مترجعش لنا هنا إما أن يعطيك سؤلك قلت لو أعطيني الدراهم يعطيك الدراهم إما أن يدفع به عنك مصيبة والدعاء والبلاء يتعالجان يتصارعا في السماء فيدفع الدعاء والأمر ثالي إما أنه يدخل لك أجر يوم قياما وإنسان يوم قياما عندما يرى الأجر تعد الدعاء يقول كرة ما استجابة لي ولا دعاء في هذه الدنيا لأنه العبارة بالآخرة وليس بالدنيا إذا هذا كلام دقيق أخي محسين وماذا بحكينا على الدعاء أكيد لازم نختمه بدعاء من عندك قبل مرحوظة دعاء أتالى وشارك يعني وش نقوله أخي محسين سأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسن وصفاته العلا أن يحفظ البلاد والعباد وأن يجعل هذا الغيث غيثها رحمة وبركة وأن يرفع عنا كل شكل من أشكال لابتلاءات إنه على ذلك قدير آمين يا رب العالمين أتكسحها دكتور أخير الموعد أخير ماشاء الله دائما في برنامج صباح الخير يا جزائر نكمل معكم مشاهدين على قناة الأرضية والجزائرية الثالثة نبقى دائما مع الدعاء باش نسمعه الدعاء اليوم بصوت كل من أحمد معاش وعيشة مشتر اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر دنوبي جميعا إنه لا يغفر الدنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تبارك وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحيتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك دعوة لكل شعوب العالم من أجل السلام الله محب اشتركوا في القناة 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 العمومية لقدمتها الدولة الجزائرية شهر فبري ارتبط بدخول دورة التكوين والتعليم المهنيين مارس ودخول فصل الربيع وحديثنا عن البيئة وأهم الأحداث المتعلقة بهذا المجال أبرز حدث في أذريل 2015 وافتتاح تظهرات قسنطينة عاصمة للثقافة العربية شهر ماي مرتبط بالعمل والعمال واليوم حديثنا عن تواصل دعم الدولة لتشغيل الشباب جوان الطفولة وحديثنا عن مميز هذا المجال خلال سنة 2015 الحدث الأبرز في جولي 2015 هو تحذيرات لوهران لإحتضانها للألعاب المتوسطية سنة 2021 أود وموسم الاستيار حديثنا عن السياحة الجزائرية خلال سنة الماضية شهر سبتمبر مرتبط بدخول الاجتماعي وحديثنا فيه حيث يكون عن دخول المدرسي التربية وتعليم أكتوبر واسترجاع ذكرى سيادة للإذاعة والتلفزيون وحديثنا عن التلفزيون الجزائري نوفمبر هو نوفمبر للخرية واختام تظاهرات ستينية التطورة التحريرية وشهر ديسام احتفلنا بي وأحيينا اليوم العالمي لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وحديثنا اليوم عن كل اهتماماتهم وانشغالتهم هذه مجمل الفقرات والأركاد معنا مشاهدين في خلال هذا العدد ستعيش الفصول الأربعة لسنة 2015 شرنا اليوم في بداية الأسبوع أحوال طاقس عرفت بعض التغيرات سوف يفصل فيها رابح ميسون بعد الفاصل مع موبيليس أينما كنتم اطلعوا على أحوال الطاقس موبيليس أينما كنتم صبحو بالخير من جديد على كامل الناس لهذا والنادو لما شفو الشرابح مقبيل أكيد ما زالوا حضر معنا بشي قدم لكم توقعات أحوال الطاقس لنهار اليوم من جديد رابح سبعة الخير موجدد نحييك أخي محسن كيف حوالك لباس الحمد لله وعلى الحمد الفصول الأربعة لحي نعيشها اليوم إن شاء الله إذن اليوم مشاهدين الكرام ستشهد لمدن الشمالية دائما تنوم بين فترة الصفة والسحوب السوف الكثيفة هي عبارة عن عبور نقول اضطراب جوي أو بقية من الاضطراب الجوي اللي ميز المدن الشمالية الليلة الماضية إذن سيتسبب إن شاء الله أيضا في صباحة في بداية الصباحة في تساقط المطارية خفيفة نوعا ما والأجواء حتى حصل إن شاء الله تدريجيا بكل مدن الشمالية تحسن محوظ أيضا بالنسبة لشمال الصحراء أما بوسط الصحراء سنستطيع أيضا ستشهد الكثيفة خاصة بجنوب منطقة أدرار ونظرا له أيضا ذريح مؤتدية سنستجل زعوبة عربية بنسبة للجنوب الجزائري أما صباحة هادية تقسكين بارد بارد درجة صفر فعليا سجنها بمرتفاعة باتنا حتى بخنشلة ومقاييسها بين درجتين وعش درجات سجنها بمعظم المدن الشمالية المتبقية بالجنوب الجزائري ربع درجات سجنها بمدينة بشار حتى بطامن راست وحرم بين 6 درجات وأش درجات و12 درجة سجنها صباحة هادية انتلاقا من المنع إلى غاية برج برجي مختار وحتى بإنقزام اليوم بإذن الله درجت حرق ستكون ارتفاع طفيف ولكن هذا بالمدن الداخلية والسحلية الغربية وحتى الوسطى 20 درجة فعليا ستسجل هذا انتلاقا من مرتفعة تيديمسان لغاية وهران وحتى بالعاصمة بقاييسها بين 14 درجة هذه المرة و18 درجة ستسجل ببقي المدن الشمالية بالسحراء 26 درجة دائما ستسجل بأضرار بعين صلاح بيتيميمون حتى بيرقان غردية 25 درجة مئوية جانة 19 درجة وبرج برجي مختار 24 درجة مئوية أما للملاحة وسائل البحرية اليوم نظرا لانخيفة تدريجي في الضغط الجوء بالنسبة لحوض بحر المطاوسط سنسجل هبوب رياح قوية وأنما دائما غربية وجنوبية غربية ستؤدي البحر المطارب من انتلاقا من العاصمة إلى غاية عنبا والقلا تموج بكل هذه الجهة إن شاء الله يلا نطوي هذه النشرة الجوية كلمة للمشاهدين الكرام اليوم ستشرق الشمس بإذن الله بالعاصمة 1 ساعة 8 تماما والغروب سيكون في حدود 5 و44 دقيقة بإذن الله إلى هنا مشاهدين الكرام أخي محسن أتي وياكم إلى نتاديه النشا قلكم أترحوا شبايت قوا معنا وقت ممتعة مع بقية أركان برامة سبع الخير مع المايسبرو محسن سلام مع موبيليس أينما كنتم اطلعتم على أحوال الطقس موبيليس أينما كنتم هذاك صحة ربح هذا هو ربح دايما بالنشاط تاعون الحيوية تاعون نبدأ ونهارنا إن شاء الله متفألين هذا هو أول يوم من الأسبوع اليوم تلمين حيرجعوا إلى مقاعد الدراسة وحسينا بلي صح فصل اشتاره وتخل الحمد لله لأكلها الحمد لله راح شمان شوية لأكلها حاجة خيفة ولكن الحمد لله لأكلنا متفألين بإذن الله والأمور ستستقر خلال يام المقبلة بإذن الله في احتمال إن شاء الله في احتمال تغيير في تجري في احتمال تغيير جدري بنسبة للوضع الجوي بنسبة لحضب المتوسط أنا متفألين على كل حال أكيد متفألين إن شاء الله تكون أنطار خير تهطل على بلادنا الحبيب أنا في بداية سنة 2016 بلك ربح ويش يتمنى خلال هادة السنة نتمنى إن شاء الله بنسبة للشعب الجزائري وتمنى له الاستقرار على كل حال والازدهار وخاصة الصحة الصحة بنسبة للشعب الجزائري إن شاء الله والتوفيق والمزيد من النشاط بنسبة لكل الجزائريين إن شاء الله يتك صحة رابح وكيد هذا الشيء لنتمنى وإحنا ثاني الكامل المشاهدين التالي سيشوفوك من خلال النشرات الجوية لنهار اليوم الأحد 3 جنوبي 2016 لو رجعنا بالزمن إلى جنوبي 2015 بداية سنة 2015 إذا حبينا نلقع عنوان لسنة 2015 في الجزائر نشوفوا العنوان الأبرز هو التسهيلات لقدمتها دولة الجزائرية فيما يخص الخدمات العمومية خدمات عمومية هي أول محطة في عدد اليوم العدد الخاص من برنامج سبع الخير يا جزائر نذكر خلال هذا العدد ستعيش معنا مشاهدين الفصول الأربعة لسنة 2015 12 شهر كل شهر مرتبط بحدث معين في مجال معين حبينا نبدأ البرنامج بشهر جنوبي لكيما قلت هو بداية السنة سنة 2015 عرفت التسهيلات لقدمتها الدولة الجزائرية فيما يخص كل المجالات لتقدم خدمة عمومية للمواطن وزارة الداخلية قامت وقفة على عصرنة القطاع ونشوفنا رضا كبير من عند المواطنات والمواطنين بعدما كانوا يتعبوا كثير في الحصول على وثائق في دفع ملفات اليوم التكنولوجيات الحديثة دخلت إلى مختلف هذه المؤسسات لولاية تقدم خدمة عمومية سهلة للمواطن حصاد السنة فيما يخص الخدمات العمومية مع زميلة حرياليش طوابر الانتظار الضغط البيروقراطية المحسوبية معويقات كانت تثقل كاهل المواطن على مستوى الدوائر والبلديات لكن في الوقت الراهن تغيرت هذه الظروف وسخرت كل الإمكانيات المادية والبشرية والتسهيلات الإدارية لرفع المعاناة عن المواطن وكذا الموظف هداية بتقليص الوثائق الإدارية تليها رقمنة الإدارة وفتح ملاحق للبلديات وكذا ما كاتب لاستخراج الوثائق البيومترية فجواز الصفر البيومتري أصبح يسلم في 48 ساعة أما بطاقة التعريف الوطنية ورخصة السياقة تستخرجان في يوم واحد من البلديات عوض الدوائر لرفع التنقل عن المواطنين فهذه الإصلاحات الإدارية التي شهدتها سنة 2015 ستستكمل في سنة 2016 ببطاقة وطنية ورخصة سياقة بيومتريتين في انتظار تعميم هذه الإصلاحات على باقي إدارة الوطن لتحقيق التنمية والرقاية أكيد التنمية والرقاية المواطن خاصة في الأمور الإدارية موضوع بعد موضوع اليوم حريا قدمتنا الحصاد وأكيد كما كل مرة حريا ليش تتلقى بالمواطنات والمواطنين بشي قدموا رأيهم في مختلف هذه الخدمات نروحوا انتبهوا كيف كيف صبر للأراء دائما مع الزميلة حرياش نقول هذه القانون اللي داره في دوميليكنز تخرج كارنسيون الباسبورن بالدية حاجة ملاحة الحاجة الأولى على الغاشي بسك دايرة فيها بزاف بلديات حاجة الدزيام كشول تنقص لاشان بسك كما نقول سكونت على البلدية هذيك ماشي كما ليف يعود يروح لدائرة على طرنسبورن كذا يعيق في الطريق حاجة الأولى يصر على البكري يفري شغلوا تمتم أم بليش كول يسهلوا على العملت على البلدية شغل تسهلوا لهم الخدمة ماشي كما في ضايرة كما يقضوا ثلاثة خدامين وعليهم لابلينسيون تخبص بلدية ست بلدية فهمت كيف هاش والشعب هو المستفيد الأكبر كانت الواتيق نجبدوها في الضايرة وطوكا ولينا جبدوها في البلدية حجم لها حطيت الدوستي تعت على كارت ناسيونال حطيته صباح قالوا لي لاشي عودي وليت تدي لكارت ناسيك إباوي عودي وليت تديت لكارت ناسي لقد عودي وفرحت بزاف بسكو من دياتش وقت هذا كذا بهذا العفصان إن شاء الله يقول لي تنقص شوية الضغط هذه لبريسيون اللي كاين على الضايرة تقولي في بلدية جملة حتنقص بالنسبة الواتيق يعني اللي كانوا يطلبون كانوا يطلبون الواتيق كثيرة يعني كانت دورك بالنسبة لنقصونا الواتيق ورقا ولا زوج ولا ولا وليت ما تديني ناش وقت كبير يعني باش نكمل وصوال حنا وراقينا ونتمشيوا مع أمور توعنا ونتمشيوا مع صوال حد آخرين أنا персонالما عاوت للي باسبور لالولاد لكارت نتاعي عاوتهم دونزين ديلي رابد وستن بوزيتيف نقصت الابا بخاص ولو بزاف الناس ما عندهم شطعوبة بزاف تجاري لي بابا بي بزاف ولو تمتم شغل في 48 ساعة تقدري تخرجي تقدري تخرجي باسبور مام لكارت ناسيونال تاني متعاوديش الواتيق بزاف شحال من مراونتي تجاري ومشتعاودي بزاف للي بابا بي وانوغ شغل مام البلدية في دفدومي الكنزدي نقصت بزاف على المواطنين ولو شغل المواطنين يلقعوا سهولة باش انهم شغل يدفعوا الباسبورت ويجبدوه في أقرب وقت هذا تقسيم الإداري مليح يعني من قبل كانت لادايرة وادايرة كانت تخدم الباسبور الكارت ناسيونال وكان الكارت ناسيونال يقول لك على سمانة وعلى سمانة بلك تحتاجها في ذلك اليوم وذو قال الحمد لله عند الكارت ناسيونال تخرج تم تم الباسبور باريزان بياربي وان سمان شكرا لزميلة حور يريش على هذا الصبر للآراء كانوا هدو مشاهدين آراء المواطنات والمواطنين فيما يخص عصرنات المؤسسات لتقدم خدمة عمومية للمواطن خاصة الأمور الإدارية كانت هذه محطتنا في أول موضوع ضمن أول شهر من السنة لشخيرنا الخدمة العمومية مرتبطة بشهر جنوبي لأنه بداية سنة 2015 وين كان الحدث الأبرز عصرنات القطاع لقدم الخدمة العمومية للمواطن من شهر جنوبي نروحه إلى شهر فبري 2015 ونعرف دخول قطاع التكوين والتعليم المهنيين كما ترفو مشاهدنا هذا القطاع المهم جدا عنده دورة سبتمبر ودورة فبري نمر شهر بعد شهر بعد شهر جنوبي نروح إلى شهر فبري كما قلت المرتبط بقطاع التكوين والتعليم المهنيين تولي الدولة الجزائرية أهمية كبيرة لقطاع التكوين المهني نظرا لدوره الفعال والإيجابي في تأهيل وتشغيل اليد العاملة فأحرز على تقدم واسع من حيث الوسائل المتاحة له وعدد المراكز والمؤطرين والمتدربين حيث اتخذ هذا القطاع من الشباب المتربس محورا تتجه إليه كل جهود التنمية التي استهدفت بالأساس رفاهيته وأمنه اقتصاديا واجتماعيا من خلال الارتقاء بمستوى أدائه وكفاءته وتحقيق نموه الذات عن طريق التدريب المستمر ولأهمية هذا القطاع وزيادة الإقبال عليه ارتفعت اعداد المؤسسات التكوينية في ولاية الجزائر من ثمانية وخمسين مؤسسة سنة ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين إلى سبعة وسبعين مؤسسة سنة ألفين وأربعة عشر زيادة إلى مئتين وست مدارس خاصة معتمدة مؤسسة فحسب المعطيات الإحصائية الخاصة بدورة سبتمبر فقد بلغ عدد المتوجين بشهادة في مختلف أنماط التكوين إلى أزيد من ستة وثلاثين ألف متربص أما عن تعداد المتوجين بشهادة التأهيل فقد ارتفع إلى أكثر من أربعين ألف مسجن تتمثل مهمة التكوين في انتقاء التخصصات اللازمة لتقديمها بأشكال وأنماط تتناسب وفئة الشباب المستهدف باستخدام مختلف الوسائل والتجهيزات الحديثة ولتحقيق الانفتاح التكوين على القطاعات الإنتاجية بالتعاون مع الشركاء الاقتصاديين سخرت بعض المعاهد والمراكز التكوينية كل الإمكانيات لتعديل المسار في الممارسات التدريبية بإدخال تخصصات جديدة لاستثمار الطاقات وتكيف معارفها مع متطلبات المهنة وتطور الاقتصاد الوطني ومع اقتراب الدورة التكوينية الثانية التي تتزامن وشهر فبراير المقبل لا يزال هذا القطاع يسعى إلى منح فرص أوسع للراغبين في التكوين بإدخال بعض التجديدات التي تأتي في إطار مواصلة إصلاح المنظومة التكوينية عبر استراتيجية مسائرة لكل التحولات تماشياً مع متطلبات سوق العمل وخصوصياته كانت هذه المشاهدين محطتنا لشعر فيبري كما قلت مرتبطة بدخول دورة فيبري 2015 وكما برنامج سبع الخير يا جزائر غطة هذا الدور رح يغطي بحول الله دورة فيبري كما غطة كذلك دورة سبتمبر 2015 مع مختلف التخصصات جديدة لدخلة على هذا القطاع هذا القطاع عنده أهمية كبيرة في التنمية الاقتصادية لأنه ينقل الشاب من حالة البطلاء إلى حالة الشغل بعد فترة التكوين اللازمة التكوين هو في مختلف المجالات حتى في مجال البيئة هذا هو المجال اللي رح نروح لها المرتبط بشهر مارس شهر مارس مع دخول فصل الربيع حديثنا عن هذا شهر بعد الفصل البيئة دائما مرتبطة بالاخدرار والاخدرار شاهدناها دخول فصل الربيع في 21 مارس 2015 لكن الشيء المؤسف في الجزائر وفي العالم ظهرت الاحتباس الحراري اللي أكيد كان هناك خلال سنة 2015 دق نقص نقص أقول الخطر في هذا المجال من خلال مؤتمر باريس اللي اخرج بالعديد من التوصيات وحن الشيلي دايما نحس به من خلال البرنامج المحافظة على البيئة نتبعوا أهم ما جرى في هذا القطاع مع زميلة ساميرا بن يخلف حماية حماية البيئة هي الهدف الذي يسعى إليه الجميع ومن أجل ذلك وضعت الدولة مشاريع ومخططات تصب كلها في صالح التنمية المستدامة والحفاظ على السلامة البيئية سنة 2015 عرفت عدة نشاطات لترقية وتحقيق هذا المسعى بمناسبة اليوم العالمي للغابات نظمت جمعية أصدقاء شريعة يوما دراسيا حول شجرة الأرز الأطلسي يرمي إلى التوعية بدور الغطاء النباتي في الحفاظ على التوازن البيئي مفارغ عمومية كانت لسنوات مصدر قلق وإزعاج السكان تشارف أشغال تهيئتها واسترجاعها على الانتهاء لتصبح ملاذا للعائلات والباحثين عن الراحة والاستجمام رسكلة النفايات من النشاطات المهمة التي تساهم في تثمين وتدوير هذه المواد لإعادة لإعادة استعمالها من جديد وهو ما تركز عليه المبادرات الفردية وجهود قطاع البيئة وما دامت للمياه أهمية بيئية واستراتيجية كبيرة في مستقبل أي دولة نظمت وزارة الموارد المائية والبيئة المنتدى الجزائر الكوري للموارد المائية والبيئة عرضت فيه المخطط الرئيسي لتحسين آلية وتسيير النفايات المنزلية في مدينة برجبوري ريجا وغير بعيد عن المياه تستمر تهيئة ودي الحرارة وطيرة سريعة التعيرات المناخية والاحتباس الحرارية هي القضية الأبرز لكل السياسات البيئية من أجل ذلك اجتمعت في شهر جميليا العديد من الدول في اللقاء الدول للتشاور حول التغيرات المناخية في الجزائر لتدارس هذه الإشكالية والخروج بورقة طريق بيئية عالمية لمواجهة التغيرات المناخية في الندوة الـ 21 للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية ومن أجل المحافظة على الكهرباء ومكافحة الاحتباس الحرارية نظمت جمعية سيدرا لأول مرة في الجزائر ملتقى ساعة الأرض والمواطنة البيئية الذي تبناها الصندوق العالمي للطبيعة عبر العالم ناقش فيها المشاركون دور الطاقات المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة وفي نفس السياق تبنت وهران صالون الدول السادس للطاقات المتجددة والنظيفة والتنمية المستدامة تم فيه عرض آخر المستجدات في مجال الطاقات المتجددة والنظيفة كما نظمت ولاية بومرداس اللقاء الوطن السابع للنواد الخضراء تحت شعار الاستغلال الأمثل للطبيعة جاء المعرض لنشر ثقافة البيئية في أوساط الشباب وتوعيتهم بأهمية المحافظة على البيئة كما احتضنت دار البيئة لولاية بازا يوما دراسيا وتحسيسيا حول الاقتصاد الأخضر يهدف إلى توعية الشباب وتشجيعهم على الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة وخلق ما يعرف بفرص العمل الخضراء وضمان النمو الاقتصاد المستدام سنة 2015 كانت سنة بيئية بامتياز ففي باريس اجتمعت كل دول العالم تقريبا لبحث مستقبل شعوب الأرض في ظل التغيرات المناخية القادمة وكيفية إيجاد حلول بيئية سليمة لا تتعارض مع التنمية المستدامة من أجل حياة أحسن شكرا لساميرا بن خلف على هذه الورقة أكيد نحن نتمنى كذلك الحياة تكون أحسن خلال سنة 2016 خاصة في مجال البيئة لعنده علاقة مع العديد من المجالات الأخرى كالسياحة وكذلك الصحة لأن المحيط النظيف يرجع بالسلامة على صحة الفرد كذلك صورة البلد فيما يخص السياحة السياحة تكون حضرة معنا من خلال شهر أوت وموسم الاستياف بحضور أسما الوناس مدام حكينا على البيئة نحن في كل مرة نركز على الجيل الناشئ وتوعية الجيل الجديد بأهمية الثقافة البيئية للثقافة حديث في عدد يوم من برنامج صبع الخير يا جزائر لمرتبطة شهر أفريل مدام أفريل رف الحدث الأبرز انطلاف عليها تظاهرة قسنطينة عاصمة للثقافة العربية شهر بعد شهر مجال بعد مجال كل شهر ميزو حدث معين في مجال معين في شهر أفريل 2015 في الجزائر كان الحدث الثقافي الأبرز هو انطلاق فعاليات تظاهرة قسنطينة عاصمة للثقافة العربية تظاهرة متواصلة إلى غاية أفريل 2016 بالإضافة إلى هذا الحدث الثقافي الساحة الثقافية الجزائرية عرفت انتعاشة كبيرة من خلال عديد المهرجانات في مختلف ربوع الوطن شرق غرب وسط وجنوب والحصاد مع أمين عرجان في هذا الموضوع أهم ما ميز الساحة الثقافية لسنة 2015 وإعطاء إشارة الانطلاق لقسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015 بملحمة قسنطينة الكبرى التي عرضت يوم افتتاح تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية وخلال الساعتين من الزمن مختلف حقب ومحطات التاريخ التي ميزت تاريخنا انطلاقا من فترة ما قبل التاريخة وصولا إلى العشرية السوداء ورسمت على ركح قاعة الزينيت لمدينة الجسور المعلقة عبر عمل فني ضخم جمع بين التمثيل الرقص والتقنية البصرية الحديثة فقد لجأ أخوه أدر بعل إلى روما يستجديها لتعيده إلى السلطة كما احتفلت مدينة الجسور المعلقة بعدة أسابيع ثقافية محلية تحتفي بالموروث الثقافي للعديد من ولايات الوطن أحيتها عدة جمعيات الثقافية كما عرفت التظاهرة وبقاعة أحمد باية حفل فن ساهر تكريما لروح الفنان الرحلة ورد الجزائرية أحيته كوكبة من الفنانين العرب والجزائريين أما الطبعة السادسة لبرنامج الهوات الحان وشباب لسنة 2015 عرف تتويج المتسابق أرزق وعلي كأحسن صوت لسنة 2015 بعدما قال الجمهور كلمته الفاصلة ومنح لممثل ولاية بجاية اللقب المنشود مهرجان جميلة في طبعته الخامس عشر سهراته الفنية استقطبت الجمهور الذين كانوا على موعدا مع العديد من الفنانين العرب والتظاهرة كانت فرصة للجمع بين الفنانين العرب وكذل الجمهور الجزائري الذواق للموسيقى والفن العربي مهرجان فقد عرفت انطلاق فعالية الدورة الثامنة لمهرجان وهران للفيلم العربي بحضور ممثلين ومخرجين من سبعة عشر دولة وحلت تركيا كظيفة شرف على المهرجان عاصمة الحمديين بجاية هي الأخرى واكبة المشهد الثقافي من خلال انطلاق فعاليات المهرجان الدولي للمسرح المحترف بمشاركات نحو 150 فنان يمثلون فرقا وطنية وأجنبية وصلت في مجملها المشاركات الأجنبية إلى 22 بلدا ويبقى خير جلس في الأنام كتاب الذي كان حاضرا في الفعاليات الثقافية من خلال الطبع العشرون لصالون الدول للكتاب الذي عرف مشاركة أكثر من ألف عارض من 50 بلدا من أربعة قرات منهم 620 ناشرا أجنبيا و290 عارضا جزائريا كانوا حاضرين في هذه الطبعة هي تظاهرة ثقافية بارزة وأخرى جمع لم يسعن المجال ذكرها ولكن يبقى الحدث الأكبر والأبرز وأهم ما بيز الساحة الثقافية هذه السنة هو وقع الاختيار على مدينة قسنطين في الشرق الجزائري لتكون عاصمة للثقافة العربية لعام 2015 نظرا لما تتمتع به هذه المدينة من مكانة وثقافة تاريخية في الوجدان الجزائري هذا مشهد رائع انظر إلى هذا المشهد الرائع نور على نور هو عرش هو الحلم تحقق أكيد دلوان الثقافة خلال سنة 2015 رزدها أمينا عرجان وكما قالت في التقرير ربما الورقة لا تكفيش لتحدث على كل الأحداث الثقافية لهذا أمينا حضر معنا في هذا الصباح أمينا كل عام بخير محسين عام سعيد إن شاء الله كل عام نتبقى ألف خير بخير مشاهدين ومناسبة حلول سنة جديدة نرقلكم معام سعيد إن شاء الله كل عام وانتم بألف خير كانت هذه اليوم محسين سنتكلم في هذا العدد الخاص بمناسبة نهاية السنة وحلول السنة الجديدة عن أهم ميز الساحة الثقافية والفنية خلال سنة 2015 رجمعناها لهم ورصدناها للمشاهدين في هذه الورقة ولعل محسين أهم حدث ميز هذه السنة هو وقع الاختيار على مدينة قسنطينة في شرق الجزائي لتكون عاصمة لثقافة العربية لسنة 2015 وعلى الأهم أيضا ما ميز التظاهر هو حفل الافتتاح الأسطوري الذي شاركت من خلاله العديد من الدول العربية التي حلت ضيفة على قسنطينة عروس الثقافة العربية بالإضافة إلى عدة معارض ومهرجانات احتضنتها المدينة مدينة السخر العتيق قسنطينة بالإضافة أيضا إلى مختلف الأسابيع الثقافية المحلية التي تحتفي بالموروث الثقافي الذي جاءوا من مختلف ربوع الوطن ومختلف النشاطات التي ميزت المشهد الثقافي بقسنطينة صحيح ربما الحدث لكان مؤخرا في قسنطينة كما قلت لإحتضانة أسابيع ثقافية أسابيع لدول العربية هي احتضانها لأيام الفيلم العربي المتوج أكيد محسن يلا مشاهدين نبدأ بحصاد 2015 ومعرفته قسنطينة مؤخرا ولعل أهم ميز مشاهدين التظاهر وفي أول مبادرة من نوعها في العالم العربي هو احتضان مدينة الصخر العتيق أيام الفيلم العربي المتوج والذي جاء تحت شعار تسامح هو إنتاج مشترك عرضت من خلاله 54 فيلما عربيا متوجا بحضور المع النجوم الجزائرية والعربية شرفوا بالاستقبال على أرض الجزائر ليتقاسموا فضاء وأجواء عاصمة الثقافة العربية مشاركين في ثوبها السينمائي من قسنطينة التي أخذت محسن حظ الأسد اليوم تستحق بما أنها عروس الثقافة العربية نذهب إلى الجزائر العاصمة كذلك التي احتضنت العديد من المهرجانات أبرزها المهرجان الوطني للمسرح المحترف شكرا محسن إلى الفن الرابع أو أبوال فنون المسرح حيث عادت خشبت محيد دين بشترزي لتدوية مجددا حيث كان الموعد مع إعطاء إشارة الانطلاق الطبعة العاشرة للمهرجان الوطني للمسرح المحترف الذي افتتح بتقديم الذاكرة التي تطرقت إلى تاريخ المسرح الجزائري كما عرفت التظاهرة تكريم الفنانين الراحلين فتيحة بربار وسيدعلي كويرات الذين توفوا أو بالأحرى وفتهم المانية سنة 2015 فيما تحصلت مصرحية درب التبانة على أحسن عرض مصرحي خلال سنة 2015 نبقى مع أبوالفنون لكن هذه المرة في بي جاية لإحتضنت كذلك فعليات لمهرجان الدولي للمسرح المحترف يلا مشاهدين نبقى دائما مع الفن الرابع وإلى عاصمة الحمدين بي جاية التي هي الأخرى واكبة المشهد الثقافي من خلال انطلاق فعليات المهرجان الدولي للمسرح المحترف الذي عرف مشاركة 150 فنانا يمثلون فرقا وطنية وأجنبية وصلت في مجملها المشاركات الأجنبية إلى 22 بلدا ومن بي جاية نعود أن نقول إلى الجزاء الحصي ما يحتضن كذلك صالون الدولي العشرون للصناعة التقليدية يلا ملا تورطنا المادي مشاهدين وتحت شعار الصناعة التقليدية شريك مهم في التنمية المستدامة تزين قصر المعارض الصنوبر البحري بحلة جديدة من خلال صالون الدولي للصناعة التقليدية في طبعته العشرون وكانت فلسطين ضيفة شرف هذه الطبعة بمشاركة 564 حرفيا من بينهم 77 حرفيا من الخارج يمثلون 15 بلد أكيد محسن يبقى الهدف من هذا الصالون وتشجيع المنتوج المحلي والارتقاء به نحو العالمية وكانت لتلفزيون الجزائري ولبرنامو صباح الخير يا جزائري بث حصري مباشر طيلة أيام هذا الصالون صح معك أمينة ومع أسمن الوناس تكون معنا بعد قليل كملوا دايما في حصاد 2015 دايما في الجزائر العاصمة قصر الثقافة احتضن أيام السينما سينما المرأة نعم من السينما إلى المصرح مشاهدين أين شهد شهد أقول قصر الثقافة مبدي زكريا فعالية الطبعة الأولى لأيام سينما المرأة تحت شعار صورة المرأة في سينما الحرب مشاركة عدة مخرجات منتجات وكاتبات سيناريو من لبنان مصر المغرب كندا فرنسا وغيرها إلى جانب البلد المضيف في حين كانت فلسطين ضيفة شرف هذه الطبعة سحيح ونوصله دايما في الجزائر العاصمة إلى مهرجان الجزائر الدولي للسينما أيام الفيلم الملتزم نبقى دايما مشاهدين إلى الفن السابع حيث كان الجمهور على موعد هذه سنة بقاحة المجار مع افتتاح الطبعة السادسة للمهرجان الدولي للفيلم الملتزم بحضور عدة وجوه سينمائية حيث عرفت الطبعة منح الجوائز المتوجين وتكريم سينمائيين جزائرين وأجانب هذا المهرجان الذي استطاع تحقيق أمال وعشاق الشاشة الفضية وجمعهم حول التزام مشترك تختلف فيه الهموم والقضايا لكنها التقت جميعها في قاعة المجار بالعاصمة يلا من العاصمة إلى الجنوب نضربط على جنوبنا الكبير تحديدا إلى وادسوف لحتضن مهرجان اللوس نعم محسن من المصرح والسينما ولما لهم من دور في بث الواعي والرسائل الهادفة إلى جنوبنا الكبير والشاسع وبالضبط إلى مدينة الواد التي احتضنت هذه السنة مهرجان اللوس أي المهرجان الدولي لموسيقى وأغاني ورقصات العالم في طبعتي الأولى هذا المهرجان مشاهدين الذي عرف مشاركة دولية واسعة لكل من فلسطين الأردن الصحراء الغربية فرنسا كندا وغيرهم وعرف المهرجان مشاركة 394 مشاركا وأحيت لياليه 27 فنانا منهم 21 فنانا من الجزائر على غرار عبدالله المناعي محمد محبوب دريستومي وغيرهم بالإضافة إلى جانب هذه الصهرات استفاد المتخصصون في الأغاني الموسيقى الرقص والكوليغرافيا من ورشاد تكويلية أطرها أساتداء مختصون إذن محسن بهذا الحدث الثقافي الذي ميز حصاد سنة 2015 ونكون قد وصلنا إلى نهاية حصاد الثقافي لسنة 2015 لكن لا يمكن أن نمر مرور الكرام دون أن نتطرق إلى ما افتقدته الساحة الثقافية والفنية هذه السنة من فنانين أعمال أمثال سيد علي كورات الذي أطلق على تسميته لقب سينما كوسموس فتيحة بربار حميد حناشي المعروف باسم ديدي كريمو وأحمد سري عميد الأغنية الأندلسيان قلوا لهم يرحل الجساد ولكن يبقى الأثر لأن أعمالهم ستبقى راسخة في ذاكرة الأجيال المتعاقبة وفي ذاكرة الجزائرين لا محالة وإن لله وإن إليه رجعون إذن كانت هذه أهم محطتنا البارزة لمختلف الفعل الثقافية التي ميزت هذه السنة إن شاء الله تشهد سنة 2016 انتعاش ثقافي مثل ما عرفته سنة 2015 وشكرا لكم محسن ولكم مشاهدنا أنا أشكرك على نشاطك دائم أمينة ولكل هذه التغطية وكما كنت تقولي الأخبار التي جبتها نصها مفرح ونصها محزن لأن هذه السنة الحياة هي فرح وأحزان بالأمس كذلك فقدت الجزائر قامة أخرى من قاماتها الإعلامية والثقافية الرحل طهر بن عيشة إن الله وإن إليه راجعون وكيد هؤلاء المبدعين والقامات يرحلون عن المكان لكن أسماهم تسكن الزمان شكرك بزاف أمينة وأكيد وقفتنا ستكون من خلال برنامج صباح الخير يجزاء مع كل هذه الأسماء لشكلة جيل مثقف ووعي ونتمنى الجيل اليوم أنه يكون خير خلف الخير سلف في الشباب تعالي اليوم اللي أكيد وعي بكل المجالات اللي لازم يخدم فيها لأنه اليد في اليد نبنو بلادنا من شهر أفريل اللي كان شهر الثقاف فرحوا إلى شهر ماي لمرتبط بالعمل والتشغيل ودولة الجزائرية مواصلة في دعمها لتشغيل الشباب حديثنا عن الشباب في هذه المحطة الشباب اللي هو الاستثمار الحقيقي والثروة الحقيقية الاستثمار في الشباب هو الاستثمار في عديد المجالات في كل مرة من خلال برنامج صباح الخير يا جزائر من خلال العديد من البورتريهات شفنا نماذج لشباب جزائريين وعيين إن كانت توجهوا إلى قطاع تكوين والتعليم المهنيين باش يتحصلوا على دورة التكوين يدخلوا إلى عالم الشغل أو خلقوا مؤسسات مصغرة من خلال توجههم لعديد الأليات التي كانت ما زالت تبقى تقدمها الدولة الجزائرية فيما يخص دعم تشغيل الشباب كل هذا يجمع هنا يسين وتخديجات في هذا الموضوع سنة 2015 كانت حافلة بالنجاح في مجال استثمارات الشباب بدعم من الدولة الجزائرية التي فتحت لهم الأبواب لكل من يرغب في إنشاء مؤسسته الخاصة كل في مجال تخصصه وهذا بتقديم التسهيلات اللازمة باش نوشع المشاروات تاعنا درنا درنا لانسانج مالا درنا نكخيدي باش نزيد نميليوري والسوسيتي تاعنا حطيت لبروجة في لانساج جز في لدفرانة كوميشيون جاني لأكور ومع ثم لفنانسمن الحق للأفاس تاع التمويل من كل اتصال بوكال تشغيل الولايات الواد دعم تشغيل الشباب لقيت من عندهم يعني كل التجاوب اطرحت عليهم الفكرة التاعي ولقيت التجاوب من عندهم وهاكذا بدت مسيرة وباعتبار الشباب الجزائري يتمتعون بإرادة وعزيمة قوية وطموحهم ليس له حدود أسسوا مؤسساتهم الخاصة عن طريق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أو الوكالة الوطنية للتأمين عن البطالة حيث استطاعوا أن يصنعوا منتوجا جزائريا مئة بالمئة وتمكنوا من تشغيل اليد العاملة بامتصاص شبح البطالة بالإضافة إلى تكوين شباب تكوينا ميدانيا للاستفادة من الخبرات مستقبلا للاستفادة 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 الوطنية سورة في الستفادة الشباب الجزائري في عام 2015 طوروا نشاطهم ووسعوا مشاريعهم حيث تمكنوا من تصدير المنتوجات الجزائرية إلى الخارج باعتبار المنتوج الجزائري يتمتعوا بجودة عالية المنتوجات من شاحة الخارج دلنا زوج عملية تصدير للخارج ورانا في مفوضات مع جوه بلد إفريقية سدير إلى تونس وليبيا وعننا بعض الوطنية في أفريكا ثمرة نجاح الشباب الجزائري لم يكن وليد الصدفة بل كان بالعمل الدؤوب والكفاءة باعتبار الدولة الجزائرية ساعدتهم في إنجاح مشاريعهم بتدعيمهم ماديا ومعنويا لتحسين نوعية الإنتاج والمردود الوفير سنة 2015 انقضت ليحل علينا عام 2016 ومجهودات الشباب الجزائري نازالت متواصلة في إنجاح مشاريعهم والرقي بها إلى أعلى المستويات بهدف توظيف أكبر عدد ممكن من الشباب والمساهمة في رفع الإنتاج الوطني وتبقى الدولة الجزائرية صاهرة على مرافقتهم وتشجيعهم في كل المجالات المترجم للقناة تكسح ياسين رفيق الشباب دائما في برنامج صبع الخير يا جزائر كان هذا حصاد 2015 فيما يخص الشباب ركزنا على نقطة تشغيل الشباب لأنه هم الشاب أنه يتحصل على الشغل الدولة الجزائرية كانت مازالت وحتبقى تقدم العديد من الأليات فيما يخص دعم تشغيل الشباب ربطناها من شهر ماي لأنه في عيد العمال وعيد الشغل والتشغيل ومكملين معكم كما اهتمامنا بفئة الشباب اهتمامنا كذلك من خلال البرنامج بفئة الطفولة الطفولة لمرتبطة أكيد بشهر جوان مدام الفاتح من جوان هو اليوم العالمي للطفولة حديثنا عن الطفولة يكون بإيجابيتها وسلبيتها هذا العالم اللي أكيد هو عالم بريء طفل عنده حقوق القانون الجزائري يحفظها وكان اتفاقيات عالميحنا كوليها مباشرة بعد الفاصل الطفولة سنة 2015 في الجزائر عرفت كذلك أفراح وعرفت أقراح ظاهرة جديدة ودخلة على المجتمع الجزائري يكيد ترفضها العدات والتقاليد يرفضها دينة الحنيف ظاهرة اختطاف الأطفال هذه الظاهرة السلبية شفناها في المجتمع الجزائري خلال سنة 2015 بالإضافة إلى أمور أخرى إيجابية تحكي لها مريم علام لتقدمنا دايما مواضيع خاصة بالطفولة رغم ما يبدل من مجهودات من طرف الدولة والجماعات المحلية والمجتمع المدني إلى جانب الأسرة من أجل تحسين وضعية الطفل في الجزائر التي عرفت الكثير من التحسنات والإنجازات في مجال التعليم الصحة والترفيه إلا هناك بعض النقائص التي أدت إلى مشاكل عويصة تعرض لها الطفل في هذه السنة كالاختطاف الاعتداء العمالة والتحرش الجنسي التي أصبحت ليست مجرد مصطلحات مقززة تقشعر لها الأبدان عند سماعها بل هي جرائم في غاية الخطورة يتعرض عشرات الأطفال الجزائريين ليكون ضحايا لها في الوقت الذي تغفل فيه الأسرة والمجتمع ومن ثم القانون عن مصير هؤلاء الأطفال 2015 للأسف الأرقام تعبر عن نفسها مذهلة يعني أكثر من سبعة آلاف طفل تم تقديمه أمام العدالة اللي كانوا بين ثلاثة سنة إلى ثمنتاش سنة كمتهامين أكثر من ألف وستة وسبعين طفل هو في خطر معنوي يعني عايش في الشارع بدون سند عائلي ويتعرض إلى المضايقات والمشاكل نتكلم عن الانتهاكات الجنسية لتجاوز تسع آلاف حالة ضحية بين الدعارة بين واسمه لانساس يعني زين المحارم أو ملامسات إلى آخره من الأشياء لتعرض لها الأطفال في الاعتداد الجنسية يعني إما في الوسط العائلي ولا خارج الوسط العائلي تعهو للأسف هذه الأرقام وفيها أرقام أخرى لتمشفئات وحدة أخرى طبعا ندق نقوس الخطر في كل موعد في كل مناسبة بأنه لازم نعجل بالحلول الجوغرية تعد المدرسة البيئة الثانية بعد الأسرة التي يكون فيها الطفل نموه النفسي والاجتماعي وإعداده للحياة المستقبلية فهي تلعب دورا محوريا في المجتمع إلا أن ظاهرة العنف التي تشهدها بعض المدارس فقد جعلت منها بيئة غير آمنة يشعر فيها الطفل بالخوف فمن الملاحظة في السنوات الأخيرة هو تزايد ظاهرة العنف في المؤسسات التربوية مما دفع إلى زيادة الاهتمام بدراسة هذه الظاهرة لما لها من تأثيرات سلبية على نفسية الطفل تنمي الشعور بالعدوانية عنده حقيقة 2015 كان فيها صور قاتمة بعض الصور قاتمة للطفولة فيها عنف ضد الأطفال الأرقام تعمى مصالح الأمن تبين أنه فيه أكثر من 10 ألاف تعدي جسدي على الأطفال 2000 تعدي أو أكثر جنسي على الأطفال كان هناك كذلك عملت الأطفال هي منتشرة والأرقام الأخيرة تشير إلى 300 ألف طفل منخارطين في عملت الأطفال كان كذلك بعض الحالات المؤسفة تعلق اختفافات الأطفال التي وقعت فكل هذه الصور ربما القاتمة ممكن أنها تعطي صورة غير واقعية للطفل الجزائري الذي في مجمله لأنه كان فيه ملايين تال الأطفال بالحقيقة ليسحيح يعني يعيشوا في كنف العائلة تحهم بكل كرامة كل عزة كل وربما خير ولكن كان بعض الأطفال الآن يتألموا ومعهم العائلة تحهم تتألم وبالتالي وإن كان طفل واحد برك يتألم لازم المجتمع يعني يتعامل معها بهذا يعني بمستوى تاع المسؤولية وال وال مدية المساعدة تزمن إحياء عيدة طفولة هذه السنة مع الذكرى الأولى لإطلاق برنامج أستمع إليك للشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل الندى الذي كان هدفه الأساسي هو الرقم الأخضر 30-33 للكشف عن مختلف أشكال العنف الذي يذهب ضحيتها الأطفال كما شهدت سنة 2015 مآسي أخرى كظاهرة اختطاف الأطفال واستغلالهم انتشارا رهيبا في الجزائر لا سيما في الآوينة الأخيرة ما جعل الجميع يعلن حالة الطوارع من أجل اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل من ينوي اقتراف هذا الفعل الذي بات كبوسا يهدد الأولياء وهو مجسدته الحكومة من خلال تشديد العقوبات على المجرمين لحماية البراءة كما اهتمت الوزرات الوصية بتعديل عدة قوانين لصالح الطفل التي تحمي حقوقه أنواع الحماية لتكلم عن هذه القانون لما الطفل يكون في خطر معنوي أو لما يكون قاصر متهم في عدة مخلفات ليقوم بيها وفيه أيضاً حماية جنائية لما يكون هذا الطفل في الحالة يكون في حالة خطيرة القانون الجنايات سيحميه كشخص ضد الضرب ضد الإغتصاب ضد الإختطاف ضد كل من أنواع العنف لتمس لتمس شخصيته وليتمس جسده تعتبر عمالة الأطفال من بين الضواهر الاجتماعية التي أخذت أبعاد كثيرة في الوقت الراهن وذلك نظراً لنتائج الوخيمة التي تنتج عن عمل الأطفال في سن مبكر في الوقت نفسه تقف شاهداً على ضواهر اجتماعية ذات أخطار أكبر مثل الفقر والحرمان والتكفكك الأسري واحتماد الأسرة على أصغر أعضائها سناً دون الاعتبار لمصيره أو مستقبله ويتعرضون لشتى أنواع الأخطار الجسدية والأخلاقية كالتعرض للفساد والانحراف مبكراً بغض النظر عن القوانين الصريمة والردعية التي تحد من هذه الظاهرة أو جمعيات تحمي هذه الفئة قانون جديد مهم بالنسبة لنا لازم نحافظ على المكتسبات ونرتقي بها خاصة في قضية الخدمات ونوعيتها ونجعل من أولوياتنا هذا العنف اللي لازم نتصدلوه جميعاً بداية بالأطفال للعائنا للناس اللي مع التمين وعندهم المسؤولية إلى المجتمع بسيطة عم يبقى الطفل مرآة المجتمع ببسمته وبراءته وعفويته وجيل المستقبل لذا وجب أن تكفل له جميع الحقوق ليحمى من المخاطر المترصدة به شكراً لزميلة مريم معلام وبالبراءة صبحوا بالخير على كامل المشاهدين وينما كانوا يشوفوا فينا نسلها داولتحقوا بنا كلهم بالليرة كنتشوفوا في عدد خاص من برنامج صباح الخير يا جزائر حصاد سنة 2015 التصور هو أنه نرجع بكم إلى 12 شهر لسنة 2015 الفصول الأربعة كل شهر ارتبط بحدث معين في مجال معين فاتكم الكثير ولا يزال الكثير بقى معنا في شهر جونفي 2015 تحدثنا عن الخدمات العمومية والتسهيلات التي تقدمها لإدارة الجزائرية في شهر فبري 2015 حديثنا كان حول دورة فبري في خطاع التكوين والتعليم المهني مارس وارتباطه بدخول فصل الربي وحديثنا كان حول البيئة في دالة أبريل 2015 الحدث الأبرز كان حدث ثقافي وهو افتتاح تظاهرة قسنطين عاصمة للثقافة العربية ماي وعيد العمال وحديثنا كان حول تشغيل الشباب والأليات التي تقدمها الدولة الجزائرية في هذا المجال جوان واليوم العالمي للطفولة عيد الطفولة كان حديثنا مع مريم علام على حصاد هذا المجال في 2015 بعد قليل شهر جويلية وحديثنا عن الرياضة والحدث كان استعداد وران لاحتضان ألعاب البحر الأبيض المتوسط لسنة 2021 أوت مرتبط بالسياحة والاستياف وحصاد السياحة الجزائرية مع أسمى الوناس سبتمبر هو الدخول الاجتماعي وحديثنا حيكون حول جديد قطاع التربية والتعليم وكل ما يحلل شهر أكتوبر نحييه وذكر بسط السيادة على الإذاعة والتليفزيون وحديثنا اليوم ما حيكون عن التليفزيون الجزائري ونوفمبر في الجزائر ونوفمبر الحرية والحدث كان ختام ستينية الطورة التحرير وآخر شهور شهر ديسمبر والأحيان اليوم العالمي لفئة ذوي الإحتياجات الخاصة إذن مشاهدين وصلنا إلى منتصف سنة 2015 بعدما تابعنا ست شهور الأولى المرتبطة بعديد المجالات لطاقم تحرير برنامج سبع الخير يا جزائر كل واحد في مجال فقراء التعوى وقام بالحصاد مروا ست فقرات وبقوا معنا ست فقرات أخرى وجهتنا الآن بعدما كنا في شهر جوان لمرتبط بالطفولة إلى شهر جويلية الحدث كان رياضي بدرجة كبيرة بعد الفاصل خلال سنة 2015 في شهر جويلية كانت هناك حملة واسعة النطاق لتشجيع ومسندة وهران لاحتضانها لتظاهرة رياضية كبيرة ستكون سنة 2021 التظاهرة هي ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران فازت بهذه التظاهرة وين راح يتم احتضانها بعدما قدمت ملف قوي بحجج قوية تخليها وتأهلها أنها تحتضن حدث رياضي بهذا المستوى بالإضافة إلى أحداث رياضية عشناها سنة 2015 يجبع هنا يوسف يحيى سنة الرياضة الجزائرية 2015 كانت حفلة على العديد من الأصعد والمستويات 12 شهرا مرت وبصمت عبرها الرياضة الجزائرية على حضور كان مميزا في العديد من المحافل والمواعيد الوطنية منها وحتى القرية والدولية سنة جزائر الرياضية تميزت بإعادة الاعتبار لمدينة وهران على المستوى الدولي بفوزها بشرف تنظيم الألعاب المتوسطية سيف 2021 في شهر جوليا الماضي موعد عاد تنظيمه للجزائر بعد سنوات من الغياب مشكل تحدي آخر للرياضة الجزائرية أفرادا ومنشأت الرياضة الأكثر شعبية في الجزائر ميزها هذه السنة تتويج مودية بيجايا بلقب كأس الجمهورية في موسم استثنائي للموب بينما سيطر وفاق سطيف على البطولة الوطنية بتتويجه باللقب وضمانه من مشاركة القرية سنة 2016 في أغلى منافسة إفريقية للأنديا وهو الموعد الذي عرف تألق اتحاد الجزائر في الطبعة الماضية بوصوله لنهاء سنة 2015 عن جدارة واستحقاق سنة ليزها عبور الخضر إلى الدورة التصفوية الأخيرة المؤهلة للنهائية كأس العالم 2018 المزمع إجراؤها بروسيا في انتظار التعرف على مجموعة المنتخب الوطنية التصفوية في القرأة المزمع إجراؤها شهر جوان قادم باختتم أولمبيو والخضر السنة باختطاع أغلى تأشير للأولمبياد والمنتظر إجراؤها بالبرازيل الصائفة القادمة بتألقهم الغير متوقعة ووصولهم إلى نهائي كان أقل من ثلاثين وعشرين سنة بالسينيغال سنة 2015 ميزها تأهول العديد من الرياضيين الجزائريين إلى الألعاب الأولمبيا بيريو دي جانيرو البرازيلية السنة القادمة فكانت تألق الملاحين الجزائريين في بطنة أفريقيا للشراع والتي مظيمت بالجزائر وضمانهم لمكانة في الأولمبياد القادم ولأول مرة في تاريخ المشاركة الجزائرية عن حدث الأبرز وعلى صعيد الرياضات الجماعية لوصل المنتخب الوطني لكرة اليد تحذيراته لكأس إفريقيا لمنتظر شهر جونفي القادم بميسر على أمل الحفاظ على اللقب الإفريقي المحصل عليه سنة 2014 عساكيرو الخضر فجروا سنة 2015 من كوريا الجنوبية بتتويجهم باللقب العالمي في كرة القدم للمرة الثانية على التوالي بعدما نجح أشبال المدرب عبد الرحمن مهداوي في وضع نجمة أخرى عقب تلك التي خطفها المنتخب الوطني العسكري في البرازل ولا يمكن الحديث عن رياضة الجزائر في 2015 دون الوقوف وقفة عرفان وتقدير لفئة لطالما رفعت الراية الوطنية طلت سنوات مضت ذو الاحتياجات الخاصة فصموا على حضورهم القوي والمميز في الألعاب العالمية بقطر بحصيلة مميزة من أرقام قياسية وذهب وفضة وبرونز كما صنع تتويج المنتخبين الوطني لكورة السلة ذكر وإناث بكأس إفريقيا لكورة السلة على الكراسي المتحركة الحدث رافعين العالم الوطني عن جدرة واستحقاق سنة 2015 فتحية تقدير وعرفان للرياضيين الجزائريين عموما ولذوي الاحتياجات الخاصة بصيفة خاصة كان هذا الحصاد الرياضي بتوقيع لأثميل يوسف يحيى وإننا شفنا حرارة الملاعب والمدرجات تشجيع لمختلف المنتخبات الوطنية في مختلف الرياضات الرياضة ربطناها بشهر جولي الآن نروحوا إلى شهر أوت وما دم حكينا على الحرارة نحكو على موسم الإصطياف والسياحة في الجزائر مع أسمن المناس بعد الفاصل ونرحبوا بدليلنا السياحي في كل مرة في برنامج سبع الخير يا جزائر القائدتان والكابتن أسمن صبع الخير شكرا سبع الخير محسن كل عام أنت بخير عم سعيد إن شاء الله إن شاء الله لك وكامل أهل والأحباب نفتحه قوسين فقط زملاء يقول لك كي لابسك شوية كي دخلت قرائي واليوم يصادف أنه الفصل الثاني صحيح ومع بداية لربما فصل الثاني تمنى التوفيق لكل تلميذ ونقوله صباح الخير لكل مشاهدين الكرام ونتمنى لهم عم سعيد وموفق اليوم الوجهة ستكون إلى حوصلة حول السياحة في الجزائر التي عرفت عدة ملتقيات وصالونات دولية ووطنية وهو ما يزيد من تدعيم وزيادة ربما نشاط السياحة في الجزائر تعرفوا على كل النشاطات التي ميزت العام من خلال الموضوع بما نعود للتفصيل هي الجزائر لمن لا يعرفها هي البلد القرى المتميز بمناطقه السياحية الرائعة وبتقاليده الحية سنة تعتبر مسرحاً لأحداث سياحية جزائرية وطنية ودولية زادت من أهمية القطاع ومساهمته في اقتصاد الجزائر الانطلاقة كانت بتنظيم الصالون الدولي للتجهيزات والخدمات الخاصة بالفنادق والمطاعم للمرة التاسعة من الثالث عشر إلى الخامس عشر جنفلي أين جمع بين سبعين عارض للمصنعين والموزعين للعلامات التجارية الناشطة في المهن المعنية بالقطاع قصد تحسين وخلق علاقة تعاون بين المستثمرين وزوار المعرض وتوصلت الفعاليات السياحية الدولية بالجزائر بعد الملتقى الدولي الذي أقيم يومي التاسع والعاشر مارس بين متطلبات الواقع والتسيير العقلاني إضافة إلى مشاركة الجزائر لأول مرة في الطبعة الحدية عشر للصالون الدولي السياحي ديتاكس بفرنسا يومي الثاني والثالث أفريل إلى أهم تظاهرة سياحية مهمة بالجزائر شهر مال وهي الصالون الدولي للسياحة والأسفار في طبعته السادسة عشر وذلك بمشاركة وطنية وأجنبية واسعة تحت شعار الاستثمار في السياحة استثمار مرباح لتدعيم هذا النشاط وكسب الخبرة الدولية إضافة إلى إتاحة فرصة اختيار الوجهة الصيفية للعائلة الجزائرية وتحفيزها أيضا على ذلك من خلال اليوم الوطني للسياحة في الخامس والعشرين جوان تحت شعار اعرف بلدك أولا والتي عرفت بذلك الذروة في السياح شهر أوت موسم الاستياف الذي من خلاله عرفت المدن الساحلية للجزائر إقبالا واسعا للمصطفين خاصة مع العروض المغرية التي أطلقها الدوان الوطني للسياحة بأسعار تنافسية لفائدة ستة آلاف مصطف ونتيجة لكل هذه المساعي قصد تطوير النشاط السياحي أكثر ارتفع هذا الأخير بأربعة عشر بالمئة في السداس الأول لألفين وخمسة عشر وهو الكم الهائل الذي تساهم به الجزائر في زيادة السياح الأجانب والمحليين عالميا ليصل لمليار سائح ويخلق مليار فرصة وهو الشعار اليوم العالمي للسياحة في السابس عيو العشرين سبتمبر أين احتفل العالم أجمع على غرار الجزائر بهذه المناسبة إنجاز مهم آخر حققته السياحة بالجزائر في أكتوبر 2015 بافتتاح الصالون الدولي للصناعة التقليدية في طبعته العشرين والذي تميز بمشروع استعمال اللباس والديكور التقليدي على مستوى فضاءات الاستقبال بالمطار والموانئ وحتى الفنادق والذي يهدف لتحسيس الحرفيين بضرورة تحسين المنتوج الحرفي والارتقاء به لمستوى التنفسية بالأسواق الدولية وهو ما يبرر شعار السنة الصناعة التقليدية شريك في التنمية المستدامة نوفمبر الذي شهد كذلك افتتاح موسم السياحة الصحراوية والتي تعود عليها بكثرة السكان المحليون والسياح الأجانب والمحليون على حد سواء وذلك لجمال الصحراء الجزائرية وحفاظا من سكانها على أصالتهم وتقاليدهم وهم يساهمون بذلك بالتعريف بكل ما هو صحراوي الجزائري والتشهير بالسياحة الجزائرية التي تبشر بآفاق واعدة والتي تعتبر من القطاعات الخليفة لقطاع المحروقات خاصة وأن الجزائر تتميز بموقع استراتيج هام وثروات سياحية ذهبية معكم دايماً مشاهدين في هذا العدل الخاص من برنامج صباح الخير يا جزائر تعيشوا معنا الفصول الأربعة وصلنا إلى شهر أوت لكن صح أنه سياحة تنتعش في الصيف لكن في الجزائر بشكل خاص على طيلة الفصول كان هناك سياحة في بلدنا صحيح يا محسين كما كنت شفتت الآن في الموضوع في كل شهر تميز ربما بملتقى ولا بصالون دولي ولكن أهم الصالونات التي كانت دولية منها صالون الدولي للسياحة والأصفر الذي جاء في طبعته السادسة عشر تحت شعار الاستثمار في سياحة استثمار ومربح وذلك لتشجيع ربما المستثمرين الخواص قصد ربما تغلغ الأكثر في قطاع السياحة وزيادة البنى التحتية التي تساهم في زيادة السياح في موسم الأصطياف الذي كان فيه كذلك ربما عدة عروض مغرية وتنفس أسعار تنفسية كذلك من طرف الديوان الوطني للسياحة التي كانت مست ستة ألاف مصطفو ولذلك عرفت ذروة في السياح في موسم الأصطياف كذلك ربما اليوم الوطني للسياحة الذي جاء تحت شعار يعرف بلدك أولا يساهم كما تشوف دائما في استراتيجية المحلية وهي ربما استراتيجية القطاع وربما زيادة السياحة المحليين ليعرفوا بلادهم أكثر هو اللي يهم الدولة وكذلك ربما يزيد بانتعاش السياحة كذلك السياحة والسياح المحليين والأجنب ربما ليدخلوا لخرجوا من الجزائر كذلك يساهمون في شعار السنة من اليوم العالمي لسياحة الذي كان تحت شعار مليار سائح مليار فرصة وهو ربما الرقم الذي بلغته السياحة في العالم سنة 2012 واحتفل به هذه السنة لأنه رقم قياسي يعني تشوف أن السياحة في العالم اليوم صارت قطاع اقتصادي يساهم في التنمية المحلية للبلد والجزائر كذلك تعتمد عليها إضافة إلى الصالون الدولي لصناعة التقليدية الذي جاء في طبعته العشين وكانت ضيفة الشرف فلسطين جاء مميز لماذا؟ لأنه ساهم في ربما خلق مشروع جديد وهو مشروع الفنادق التقليدية بالديكور التقليدي واللباس التقليدي الذي يكون في محطات الاستقبال في كل من الموانئ والمطارات وحتى الفنادق وهذا يساهم كذلك في تشجيع الحرفيين على تحسين الصناعة التقليدية إضافة وبما اختتمنا بسياحة صحراوية التي تعرف ذروتها في هذا الموسم نتمنى إن شاء الله الجزائريين يعرفوا بلادهم لأنه ربما بلد متميز جدا صح يا تكي صحة أكيد ترويجنا من خلال برنامج السياحة متوصل معك في فقرات سياحة وأصفار وخاصة تركيز على الموسم السياحي سياحة الصحراوية سلح الصحراوية ولا تبقى هنا دير المواضيع نرح نرح رحو كامل تكي نرح تكي صحة أصبحنا دعوان وجوه الكامل للمشاهدين الجزائرين وغير الجزائرين هنا هم يجوا يزوروا الجزائر حكينا على السياحة مع أسول الوناس في شهر أوتو كما تعرفي أسمى بعد الراحة والاستجمام يجي فصل النشاط والجيد شهر سبتمبر معروف بالدخول الاجتماعي وحديثنا سيكون عن الدخول المدرسي والجامعي مع سوريا سيباشير بعد الفاصل التربية والتعليم قطاع مهم جدا عرف العديد من الأمور الجديدة خلال سنة 2015 اليوم مشاهدين يعيشوا أول أيام الفاصل الثاني نرجع مع الزميلة سوريا سيباشير إلى الدخول المدرسي اللي كان في سبتمبر 2015 وقبلها خلال وجوهي نتائج المسابقات المهمة في هذا الموضوع بعد العجل والتأخر الذي شهده قطاع التربية والتعليم في السنوات الأخيرة بسبب الحركة الاحتجاجية لنقابات القطاع عرف هذا الأخير تقلبات عدة سنة 2015 فكانت سنة موافقة لإصلاحات تاريخية بعد التوقيع على مثاق أخلاقية النظام التربوي اتفاق من جماعة تسع نقابات مع الوزارة هدفه ثمان استقرار القطاع عشباتيك 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 في الإيجابي دائما نعاكست نتائج امتحانات شهدة التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي أهداف هذا المثاق بنسب النجاح ميزت هاته السنة عن ما قبلها حيث سجلت نسبة النجحين في الطور الابتدائي واحد وثمانون بالمئة بالنسبة لطور المتوسطي ثلاث وخمسين بالمئة وبعدها البكالوريا بنسبة واحد وخمسين بالمئة بعدما كانت خمسا وأربعين بالمئة عام الفين وأربعة عشر الفين وأربعة هو عدل الأساتذة في الأطوار ثلاث الذين تم تكوينهم من طرف المحافظة السامية للأمازيغية محاولة للاستجابة لأحد أهم مشاريع وزارة التربية بتوسيع نطاق تعليم الأمازيغية إلى ثلاث وعشر ملايا بعدما كانت أحد عشر مشاريع مهمة أخرى تراهن عليها الوزير السيدة النورية بن غبريد أهمها فتح أقسام متنقلة وأخرى تحضيرية للحد من ظاهرة التسرب المدرسي رقمنة القطاع إعادة النظر في تنظيم الامتحانات خاصة البكالوريا مضاعفة عدد الأقسام الخاصة بالأطفال ذو الإحتياجات الخاصة ومشاريع أخرى هاتفا كما عرفت الجامعة الجزائرية استقراراً هذه السنة وسجلت التحاق مليون ونصف طالب عبر كل الترب الوطني وفي المقابل استقبلت الإقامات الجامعية هؤلاء بخمسين ألف سرير إضافي لهذه السنة سنة تزعم الوزارة الوصية أن تكون مثمرة لجميع الشركاء بما في ذلك الأساتذة والطلبة والوسائعة على أن تكون السنة المقبلة أفضل وأثمر عام موفق للجميع عام موفق للجميع كما قالت سورياسي الباشين تمنى موسم دراسي موفق إن كان في المدرستان ولا في الجامعات اليوم هو دخول الفصل الثاني إن شاء الله كل توفيق بالنسبة للناس اللي ما تحصلوش على نتائج إيجابية خلال الفصل الأول ما زال الفصل الثاني والثالث إن شاء الله نفرحه بكم خلال نهاية هذا الموسم الدراسي نحن مزلنا معكم في برنامج صباح الخير يا جزائر شهر بعد شهر وصلنا إلى أكتوبر 2015 وكل ما يحل شهر أكتوبر أكيد نتفكر ذكرى بس تسيادة على الإذاعة والتلفزيون حديثنا عن التلفزيون الجزائري بعد الفصل التلفزيون الجزائري العلام الثقيل المرئي في الجزائر كان ما زال ورح يبقى يقدم خدمة عمومية للمشاهد داخل وخارج الوطن التلفزيون الجزائري بالخمس قنوات يقدم خدمة جوارية مع محطاته الجهوية إمكانيات وتقنيات هائلة كذلك استثمار في العامل البشري من خلال الدورات التكوينية حديثنا عن التلفزيون الجزائري حيث يكون من خلال هذه الورقة للزميل يوسف حميد منذ بسط السيادة على الإضاءة والتلفزيون في 28 من شهر أكتوبر العام 1962 عرف التلفزيون الجزائري كونه مؤسسة إعلامية تعتمد على الجانب التقني تطورا كبيرا مسى مختلف الأقسام من التصوير إلى البث بدأت تلفزيون عملية عصرانة نوعية جعلته ينتقل إلى مراحل متقدمة مستفيدا من كل الخبرات الوطنية المؤهلة ومن تجارب التلفزيونية العالمية فمن مراحل التقدم التي عرفها التلفزيون الجزائري في الجانب التقني تم بالتعاون مع مؤسسة البث الإدعي والتلفزي إلغاء عدم توفق بين الصورة والصوت الذي كان يطغى على جزء كبير من البث ربط مركز الإنتاج مع المبنى التلفزيون بالألياف البصرية الرفع من مساحات وفضاءة الإنتاج بالإضافة إلى بناء مختلف الأستوديوهات الرقمية الجديدة في كل من القناة الأرضية كنال الجيغي ومركز الإنتاج كما هو معروف فإن كل مؤسسة إعلامية تعطي اهتماما كبيرا للواجهة التقنية فكل مادة إعلامية دبث عبر قنواته الخمس بحاجة إلى إعطائها صورة نهائية عن طريق التركيب الذي يتم في ثلاث مراكز للتركيب بما فيها مركز تركيب قسم الأخبار بتقنية كات مركزين للتركيب خاصين بقسم الإنتاج بالتقنية الإفتراضية بمجموعة 29 خلية تركيب من الإمكانية التقنية للتلفزيون الجزائري إمكانيات تندرج ضمن قسم البث والإرسال الذي عرف بدوره تطورا كبيرا من حيث الإمكانيات المستخدمة خمس حافلات تقنية متنقلة كار أجدي ثلاث حافلات بـ 12 كاميرا عالية الجودة أجدي إثنان بـ 6 كاميرات عالية الجودة أربع حافلات تقنية تابعة للمحطات الجهوية من نوع أزدي بثماني كاميرات إثنان دي أسان جي للبت عبر القمر الصناعي 20 حزمة هيرتزية بما فيها 5 حزمة هيرتزية أجدي واجهة التلفزيون الصورة النهائية النافذة المفتوحة على المشاهد الجزائري من خلال مجموعة الأستوديوهات المتوفرة لصالح مجموعة القنوات من أجل الحصص والبرامج المباشرة والمسجلة وكذا على مساوى المحطات الجهوية لخدمة وطنية شاملة بمجموعة 10 استوديوهات مفصلة كالأتي الأستوديوهات 6 استوديوهات للبت المباشر والتسجيل 4 استوديوهات جهوية يوم بعد الآخر تطور تقني يعرف التلفزيون قفزة نوعية يطمح من خلالها إلى إرضاء ذوق المشاهد الذي أصبح يعرف معنى جودة الصورة والصوت ومن أجل أفق كله إبداع وثابرة وجهد ليبقى التلفزيون الجزائري صاحب الريادة الأعلمية بكل جدارة واستحقاق شكرا يا زميل يوسف حميد خلال أكتوبر 2015 أحيانا الذكرى 53 لبسط السيادة على الإذاعة والتلفزيون وأيام قليلة بعدها أحيانا ذكرى اندلاع الثورة التحريرية حديثنا في شهر نوفمبر عن اختتام ستينية الثورة التحريرية بعد الفاصل وخلال السنة الماضية كان معنا في فقرة من ذكرى التحريرية طهر حليس من صباح الحليب الخير صباح الخير طهر صباح الخير زميلي محسن كيفك سوا الحمد لله أنت لبس مرحبا بك أكيد درانا نحكو على حصال سنة 2015 ششيلي ميزو في مجال التاريخي هو اختتام ستينية الثورة التحريرية وقيمة العديد من النشاطات احتفالا وإحياءا لهذا المناسبة نتبعوا هذا الورقة بعدها نفصل دايما بحضور زميل طهر حليس في ذل الحرية والاستقلال احتفلت الجزائر هذه السنة بالذكرى الستين للثورة ثورة نوفمبر المجيدة فأحيت الجزائر هذه الذكرى التي تميزت بالعديد من النشاطات منها الملتقيات والندوات فقد أشرفت وزارة المجاهدين على أكثر من خمسين ملتقى وندوى منها الدولية والوطنية والمحلية كما تميزت الاحتفالات بستينية الثورة بالتوفيق السمعي البصري فأنجزت العديد من الأفلام التاريخية والعشرة الوثائقية وساهم المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة نوفمبر أربعة وخمسين في إستار العشرات من العنوين الخاصة بتاريخ ثورة نوفمبر وتاريخ الجزائر المعاصر كما كان للمنظمة الوطنية للمجاهدين العديد من النشاطات على المستوى الوطني طيلة سنة كاملة من الاحتفالات وفي إطار حماية مآثر الثورة تم في هذه السنة ترميم وإعادة بناء العديد من مقابر الشهداء وترميم مراكز التعذيب لتبقى شاهدة عبر الأجيال على همجية فرنسا الاستعمارية وفي ستينية الثورة كان المتحف الوطني للمجاهد حاضراً ومع الحدث في إحياء الذاكرة التاريخية من خلال الندوات والملتقيات العديدة كما لعبت الحركة الجمعوية دوراً بارزاً في إحياء الاحتفالات المخلدة لستينية الثورة من خلال نشاطاتها عبر كامل التراب الوطني ولذلك واكب التلفزيون الجزائرية بكل قنواته الاحتفالات المخلدة لستينية الثورة فكان حاضراً من خلال الحسس والأشرط الوثائقية التي بثت طيلة سنة كاملة وكذا تغطيت كل التظاهرات المخلدة للذكرى الستين لثورة نوفمبر المجيدة تابعنا معكم مشاهدين حصاد الستينية من خلال هذا الورقة وأكيد سنفصل فيها بشكل أكبر مع طهر طهر خلال سنة الماضية عرفنا العديد من تظاهرات إحياء للمناسبة طبعاً زميلي محسن هذه الذكرى الستينية الثورة كانت بقبل دخول جون في 2015 كانت بتشكيل اللجنة الوطنية لأشرفت عليها وزارة المجاهدين وكانت هذه اللجنة نشاطها تحت الرعاية السامية لفقمة رئيس الجمهورية العمل بدأ من نوفمبر 2014 كان الافتتاح وكانت بداية الندوات ما يميز هذا النشاط الاحتفالي بالذكرى الستين للثورة هو العديد من الملتقيات الدولية مثل ملتقى أصدقاء الجزائر الذي أشرفت عليها وزارة المجاهدين في اكتوبر 2014 في عين الدفلة وكان حضرته أكثر من 15 دولة أستقاء للثورة الجزائرية كانت شهاداتهم سجلت ودوينت وهذا بحضور طلبة وأساتذة التاريخ هذا الملتقى زود الطلبة بالكثير من جوانب تاريخ الثورة التي كانت مش معروفة كذلك كانت الملتقيات الوطنية الملتقيات الوطنية طبعا أشرفت عليها وزارة المجاهدين في العديد من الولايات وكانت كلها هذه الملتقيات دوينت وأصدرت في كتيبات لتبقى للمكتبة التاريخية الجزائرية في الجانب الملتقيات كذلك كانت ملتقيات محلية على مستوى الولايات وأشرفت وزارة المجاهدين على العديد منها أكثر من 54 ملتقى محلي تم داخل الولايات للتعريف بمآثر وتاريخ تلك الولايات والمعارك التي حدثت طبعا تلفزيون كان واكب هذه الأحداث وركن ذاكرة التستينية لأشرف عليه تاقم الصباحيات كان يواكب هذه الأحداث وفي نفس الوقت كان لنا العديد من التغطيات وكان لنا كذلك الحياة المجاهدين وكثير من المعارك الغير معروفة ووضحناها وعرفناها عن طريقة تلفزيون من جهة أخرى جانب آخر من هذا كانت كذلك الإصدارات وهذا الفضل الكبير يعود للمركز الوطني للحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954 أكثر من 160 إصدار زميلي محسن تم طبعها هذه الإصدارات الآن هي موجودة على مساء المكتبات الوطنية والمكتبات التاريخية وهي بين أياد الطلبة الباحثين في هذا المجال كذلك نعود لجانب مهم جدا والذي أخذ باعه في هذه السنة وهو الأفلام والأشريطة الوثائقية الأفلام بالنسبة للأفلام الطويلة والتي كانت تحت رعاية سامية لفخمة رئيس الجمهورية لطفي الشهيد لطفي الشهيد كريم بالقاسم الزبانة كل هذه الأفلام كانت أنتجت بمناسبة ستينية الثورة كذلك المركز أنتج أكثر من 45 وثائقي شريط وثائقي حول أهم أحداث الثورة عبر كامل التراب الوطني كذلك شيء للمسل أنا كصحفي ومهتم بهذا الجانب أنه هناك سيانة الذاكرة التاريخية من خلال ترميم المقابر في هذه السنة أكثر من ستين مقبرة عادة ترميمها هذه المقابر لتبقى شاهدة على الاستعمار لتبقى شاهدة لأن هذا دليل مدي مرئي للطلبة لجيل اليوم لما يعرفش التاريخ كثيرا يقدر لما يشوف هذه المقابر هذه مراكز التعذيب العديد منها مثل مركز الطير بستيف مركز الرحاب بباتنة العديد من المراكز التي عادت وزارة المجاهدين ترميمها دون أن ننسى أنه لم تكن وزارة المجاهدين وحدها في هذا المجال كان المتحف الوطني للجيش كان المتحف الوطني للمجاهد كذلك كان المجتمع المدني من خلال مثلا جمعية مشعل شهيد التي في منتدى المجاهد أحيط العديد من مآثر الثورة وكذا كرمت الكثير من المجاهدين كل هذه الأحداث كانت خلال الستينية والستينية أقول لك زميلي محسن لقد أطرت وبدت ملامح مدرسة تاريخية جزائرية مختصة في التاريخ نحن كنا نتبع مناهج والحمد لله اليوم من خلال هذه الأعمال ستكون للجزائر مدرسة تاريخية خاصة بها وشكرا أنا نشكرك بزاف طهر على كل المواضيع والتقدير التي كانت خاصة للبرنامج وكما برنامج سبع الخير يا جزائر يحيي المناسبات الوطنية يحيي كذلك المناسبات العالمية وسنة إلى آخر الشهور إلى شهر ديسمبر وين أحيط الجزائر على غرار دول العالم اليوم العالمي لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة هذه الفئة لطالما قدمتنا دروس في الإصرار والتحدي للوصول إلى الهدف وفي ختام حصاد 2015 لبرنامج سبع الخير يا جزائر ضربنا إطلال على مختلف الفئات الشباب الطفولة والآن إلى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة إنشغالاتهم همومهم وطموحتهم في هذه الورقة لمريم سحراوي عند مرور العام تسحب الدفاتر من أجل تقييم الوضع بإيجابياته وسلبياته لتثمن الإنجازات وتتدارك الأخطاء فشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة مثلها مثل جميع شرائح المجتمع اكتسبت هذا العام أشياء وما زالت تطمح إلى المزيد من المكتسبات في الأعوام الآتية لترسخ حقوقها وإدماجها أكثر في المجتمع فعلى الصعيد الخدماتي حازت شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة على تسهيلات في النقل كخدمة مرحبة المبادرة الجميلة التي قامت بها الخطوط الجوية الجزائرية من حيث الاستقبال والركوب للمعاق موسيقى إلى جانب تسهيلات في التنقل عبر السكة الحديدية في المحطات الحديثة التي تعتبر مبادرة طيبة نرج تعميمها في كل المحطات موسيقى اكتسبت شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة هذا العام إنجازا في مجال التكوين بحيث أدرجت تخصصات جديدة في برامج التكوين لفائدة هذه الفئة خاصة في المهن المرتبطة بالنشاطات ذات الطابعة الاجتماعي كما تدعم القطاع التعليمي بتوقيع ميثاق تعميم التعليم الحضري ورفع عدد الأقسام لذوي الاحتياجات الخاصة بما يسمى الأقسام المدمجة عرفت الرياضة لذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف أنواعها نتائج مرضية حيث أحرزت على ميداليات هامة في الأولمبياد والألعاب العالمية إلى جانب كل هذه الإنجازات لم تغفل وزارة السكن ظروف شريحة المعاقين إذ أصدرت تعليم لديوان الترقية والتسيير العقاري في إنجاز سكنات تخضع لمقاييسة تتجاوب وأوضاعهم رغم كل ما أنجز إلا أن هذه الإنجازات تبقى محتشمة وما زالت شريحة ذو الاحتياجات الخاصة تنتظر كثير على كل الأصعدة حتى تحقق ما تصب إليه وبهد الورقة لزميلة مريم صحراوين كنا وصلنا إلى آخر شهر وآخر محطة في حصاد 2015 لبرنامج سبع الخير يا جزائر قبل ما خلوكم أنفكركم بأهم المواضيع كيف شربتنا كل شهر بفقرة لأنه كل شهر خلال سنة 2015 ارتبط بحدث معين في مجال معين جنفير 2015 بداية سنة عنوانها الأبرز هو التسهيلات لقدمتها الدولة الجزائرية في مجال الخدمات العمومية فيفري 2015 دورت فيفري فيما يخص قطاع التكوين والتعليم المهنيين مارس ودخول فصل الربيع وحديثنا فيه كان عن البيئة أفريل وألوان الثقافة والحدث الأبرز كان افتتاح تظاهرات قسنطين عاصمة للثقافة العربية مي وعيد العمال وحديثنا كان عن الشغل والتشغيل فيما يخص الشباب وأليات دعم الدولة فيما يخص تشغيل الشباب موسيقى 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 أوت وموسم السياف وحديثنا مع اسم المناس كان حول السياحة الجزائرية عبر الفصول الأربعة سبتمبر والدخول الاجتماعي وحديثنا فيه كان عن جديد قطاع التربية والتعليم موسيقى 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 أكتوبر وسترجعنا احتفالاتنا ببسط السيادة على الإذاعة والتليفزيون موسيقى 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 وفي نوفمبر 2015 تظاهر الأبرز يختتام ستينيات الطورة التحريرية موسيقى وفي ديسمبر توقفنا عند اليوم العالمي لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة طموح انشغالات وهم شكرا لكل طاقم تحرير برنامج صباح الخير يا جزائر يقدم لكم مختلف هذه المواضيع أكيد الطاقم يبقى في خدمتكم كل يوم تابعوا برنامجكم اليومي صباح الخير يا جزائر في الختام تقبلوا تحياتي تحيات الفرنة التقنية لخدمتكم في هاد صباح خريق الإخراج مهدي ضيف الله ولمخرج زهير زغمير رئيس الركن محمد عبدون وأحمد تمابي نغم الله محبة نتمنى السلام يسود ويحل على كل الأوطان خلال سنة 2016 تهلاو في رحكم تهلاو في البلاد بقوى الأخير تهلاو في بقوى الأخير جربك كل محب تهلاو في بقوى الأخير اشتركوا في القناة